موسيقى تكتشفين عندش موهبة الرسم وشون نميتها كبداية كنت أيام المدرسة أول شي كنت أحب حصة الرسم أيام المظهرية اللي نرسمها اي كنت أبدع بهالشي وأستانس وأشتط بس لما كبرت حسيت أنه بوقت فراغي أحب ودي أشخبط ودي أسوي أي شي بس مع شخبيض ومع هالأشياء يعني قام يطلع مني رسم فقمت أرسم وشذي حالا أنت طالبة في جامعة الكويت قسم جولوجيا ليش ما تخصصتي في تخصص نفس المجال اللي تتحبين لهواية الرسم عندنا في الكويت هو ما لا مستقبل الرسم فأنا أفضل المستقبل على هوايتي هم أن الرسم لا مزاج ولا يعني وقته ما قدر أسوي بروتين يومي بشكل يومي صحي الدراسة أولى يعني من هوايتي صحي أنا قبل شوي كنت أتكلم في هذا الجانب يمكن كدول خليج ما عندهم تسليط الضوء كامل على موهبة الرسم أو حتى اهتمام فيها على العكس لما نشوف في الدول الغربية شكثر أنهم يهتمون بالفنانين وحتى الرسامين شنو السبب تتوقعين ممكن أنه ما كو يعني تشجيع قوي من الأهل أو العادات والتقاليد ممكن هذا سبب الأسباب أو مادري يعني أحس أن الكويت تسلط أكتر على الشغل وكذي ما كو يعني جانب ما كو جانب أنه يهتمون في الهوايات عندنا ذلك الكويت معنا مجال رسم أصار وايد ناجح ويقدر الواحد أنه يقدر حتى يكتسب من وراء حتى من خلنا نتكلم عن جانب المادة حتى كفلوس أنه وايد حلو الفن لأنه يعني مو أي حد يقدر يتقن هذه الهواية ولكن خنقل من اللي يقدر ينميك ويساعدك في هذا المجال ويقف معا سواء من أهلت أو ربعت شرصين لهذا النجاح عندنا في جامعة الكويت مرسم هو حق الطلبة اللي يابوني يتدربون أو شيء شذي وكان هناك يشتغل أستاذ أحمد الأيوب بوقت فراغي كنت أروح هناك أرسم وهو اللي يدربني وعلمني الرسم يعني بشكل كبير يعني من 20% تقريباً لـ 60% لـ 70% طورت من نفسي جميل أغلب الرسامين يحاولون أنهم يشاركون في معارض يعرضون من خلال هذه المعارض رسوماتهم هل شاركتي في معارض وإذا شاركتي شون كان شعورك مع أول لوحة حطيتها في المعارض شاركت بمعارض بس طبعاً أول معارض هو شعور غير لأنه أول تجربة لي وستعنص فيه بشكل كبير ممتاز نزيل سارة أحيانا نحن كمدعين مثلاً تكون عندنا نتذكر نقول الحلقة الفانية قدمناها في التاريخ الفلاني كانت مميزة عندنا لأن ضيوفها لأن تقديلنا لأن شكلنا كان فيه حلو وشكل عام كل شيء كان فيها حلوة الحلو أجبتني شكلنا كان حلوة أي صح حتى نهتم شكلنا في النهاية في ناس قاعد طالعنا أبي عرف سارة شن الرسمة اللي رسمتيها كان لها قصة وحبيتيها وحسيت أن هذه الرسمة اللي يعني مميزة نبذ كل رسمات اللي سويتها أي هذه الرسمة أكثر رسمة أنا أحبها لأن هي كانت أول رسمة لي يعني من تطور كبير وأول رسمة شاركت فيها بمعرض فاستعنس فيها فرحت فيها الشخصيات اللي رسمتها أنا حيل أحبهم وحتى الألوان وطريقتها بالرسم أكثر شيء يعني يعجبني بالرسم فحيل مستنسة فيها وأحبها حلو وايد حلوة واختيارة شليل أسد جدا موفق بماني برج الأسد فوايد تعجبني صور الأسد رح نشوف مع بعض أكيد صور ورسمات خاصة بضيفتنا سارة ويريت تعلقين عليها هذه أول صورة هذه رسمة حق الفنانة بيامية ومعروفة هي بس حبيت ستايل الصورة كفوتوغراف نكشتها حلوة خليجية نبينها يا خليجي أنت لحطاتها ولا بالصورة كيف لا هي بالصورة كيف آه أوكي وهذه تقريبا نفس اللي موجودة في الستيديو لا 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 ساعد حسني ساعد حسني ليش قاعد تختارين دائما أبيض وأسود هل هذا فحم ولا رصاص فحم وبام باستل أكثر الألوان أحبها بس ممكن لحاتي أبيض وأسود بس أنا فضل أبيض وأسود أكثر شيء ليش ممكن أن نتبين رسمة أكثر احترافية عن الألوان نزين ودنا نعرف الآن بيعرضون لنا صورة الأعداد نبين نعرف قصتها هي مالها قصة بس أن يعني أتمنى أن أكون مثلها ليش لا؟ آه أوكي هذا ما يتخصصها الجلوجيا شيء ثالب شيء ثالب يعني 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 موضوعنا اليوم ترى عن اكتشاف الأماكن المهجورة أنت بتكتشفين الفضاء صجح عندش هذه الروح المغامرة نشو ديش نتروهين؟ ودي بس ما فيني الجرأة ليش؟ عدد فيه جنك في كويتي أو كويتيين اثنين راح يروحون في رحلة للفضاء أتوقع؟ اي في بس هي جرأة كبيرة يعني وحتى لو كان نودي أكيد هالي ما راح يرضن لا إن شاء الله إن شاء الله الجربيين وتكونين أول كويتية راح تجربة هذه نزين موضوع حلقتنا توليك عن سؤال فإن كنت سمعتين عن أماكن مهجورة ممكن أن تكون عند الجرأة تروحين تجربين أو تكتشفين مكان مهجور؟ عادة أنا ما خاف آه أوكي ما فيني خاف ما أخاف سارة يحجرها سارة لا فيه شغلات أخاف منها وفيه شغلات إنه يعني شغلات إنه بمكان أنا عيشه أوكي بس إنه شي نيو على حياتي ما أدري شنو هو حلو هل سارة أنت عندتش مرسم في البيت ولا تروحين في مكان ترسمين فيه قبل شوية ذكرتين في الجامعة قادر أن تأتي يعني تخضين هذه شوية جزء من هذه تجربة عندش مرسم في البيت؟ ما عندي مرسم بالبيت بس عندي ركن خاص حاطة فيه أغراضي وكذي أرسم بكل مكان يعني عادي نزين سارة تقولين من شوية يمكن بعض الأهال اللي ما يساعدون أو ينمون الهواية عند عيالهم سواء الرسم أو هواية ثانية يعني بشكل عام فأنت يمكن في حين هواية شابات وشباب قد يسمعون تشوفونك خلال هذه المقابلة شو أنت نصحينهم بذا كان فعلا عندهم هواية ويحبونها غير تخصصهم أو مجالهم أنه حابين يطورونها أنا أقول شجوع نفسكم وأنتم اللي تقدرون تبرزون نفسكم بس خلوا عندكم جرأة لأن كل إنسان يعني يحصل له فرص كثيرة بس الجرأة هي اللي يحتاجها الفنان صحيح الأدوات اللي تستخدمينها في الرسم سواء كانت الألوان اللوحات وغيرها هل متوفرة في الكويت وسهل أن تيتحصنية عليها؟ هي متوفرة بس مبك المكان أي أماكن معينة حلو إنسان ما تفكرين يعني سارة شوي طورين نفسك سرحين جانب الثاني مثلا يعني ألوان غير الفحم اللي تستخدمينها شوي طورين مثلا لو حتكون ألوان شينية ألوان مائية يعني برسمة تختلف عن ألوان شينية والوان مائية تقولها حق رسامة لا عاجل العفل لا سارة والله صوت أسار يمكن في بعض الثاني يستخدمونهم لا تقيت غشور وياك بطيب هو أكثر شيء الأول كيلر المفروض بنا يعني أسعى لأكثر بس أكيد ناوي أن أطور من نفسي وأشتغل على نفسي أكثر بس الحين لأنه قاعد أدرس فمخلي دراستي أول شيء بس لما نتخرج إن شاء الله رح أدرس أكثر عن الرسم تمام سارة هل تبيعين لوحاتك اللي ترسمينها؟ اللي أنا أرسمها لا بس إذا أحد طلب مني رسمة ممكن أن أبيعها عادي ترسمينها؟ ممكن عادي آه أوكي يعني ممكن أن ترسمين حتى بورتريو اي اي آه وش يعني أحد يقعد جدامك وترسمين؟ أه ولا صورة؟ أرسم صورة بس أنا عندي شهادة عن اللايف بس لا الحين مو متقنتك مو متمكنك يبيلي يعني شوية أمكن من إيدي أكثر إذا حتى لو أحد طلب منك مثلا هذه اللوحة أو أي لوحة ثانية وأنت رسمتها بمبلغ كبير ما تبيعينها؟ مستحل ما السبب؟ آه لأن لأن أحبهم ما أقدر معنى هذا الشي يعني خليس تنتشرين يعني تنباعس ورج في كل مكان وتنحط ونقال لنا هذه سارة وعنسة إيه اللي رسمتها؟ لا لا أحس أن المبلغ أو الفلوس يعني جزء أكبر من شيء أنا أحب عدانا قلت إذا أنت قلتها يتبيعينهم كنت راح أقول لك شم أقول على الأساس تاري ممكن بعض الرسامين دائما يحبون أنهم يحطون بصمتهم في رسمات حتى إذا شفتي الرسمة ما لا داعي تشوفين السيجنشر عليها على رضو تعرفين هذا فلان اللي رسمها هل تحرصين على هذا الجانب؟ مو دائما لا ما تحسين لكي قعد تهضمين موهبتك ولا؟ بلا بس يعني مو كل شيء يجذبني لأن لي الجانب الخاص بالرسم تحبين تتميزين فيه؟ اي زين سارة يعني حين انت ان شاء الله خريجة بدنا الله ما بقى شوي التخرجين هل بعد التخرج راح خلاص تبلشين في الشغل وتنسين هوايتك ولا راح تطورين من الرسم وتركزين على الهواية أكثر صار عندك شهادة؟ لا أكيد أنا نترسم بس أتخرج علشان أمكن من نفسي أكثر وبعطي وكتي كل حق الرسم إن شاء الله إن شاء الله عسلا يوفقك سارة العنزي رسامة وخريجة في جامعة كويت قسم جيولوجيا وهذه واحدة من النماذج اللي موهبتها تماما نهائيا مختلفة عن تخصصها ومع هذا قادرة أنها تنميها وتوصل للي هي أتبيها هل في كلمة خيرة حابة تختمي فيها؟ بس حابة أن أقول حق كل فنان وفنانة إذا عندكم أي شيء يعني عندكم موهبة نموها نموها وشجعوا نفسكم وطوروا نفسكم إن شاء الله كل الشكر لك سارة نزل أتمنى لك كل التوفيق ولكن ضيوفنا من السعودية جميل قحطاني ووحمد السالم بعد الفاصل